ويا ويله اللي يسخط الله عليه أنسخط الله عليهم وفي العذاب بهم خالدون يا ويله اللي الله يسخط عليه اللي يسخط عليه في صحته و اللي يسخط عليه في سمعه و اللي يسخط عليه في بصره و اللي يسخط عليه في ماله و اللي يسخط عليه في وظيفته و اللي يذل الناس في وظيفته ما في شكر عليها أو يعبث بأموال الناس و اللي واحد ذكي و يعبث بالناس و يحتال عليهم و يستعمل ذكائه شوف له واحد مسكين ويحتال عليه ويأوي له اللي بيسقط الله عليه والله تعالى إذا سخط على العبد مثل ما قال في الحديث من الإسرائيليات أن الله تعالى قال أنا العظيم إني إذا رضيت ورحمت ورحمتي وسعت كل شيء وإني إذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد فالواحد إذا سخط الله عليه سواء ما شكر الله على نعمتها أو استعملها النعمة في الاحتيال على الناس في ناس أذكية ويحتال على الآخرين ويأكل أموالهم يستغل المرأة الضعيفة ولا الرجل القليل التجربة ولا الشاب اللي ما يعرف شيء ولا الطفل الصغير ويستغل ويأكل أموالهم ويعد نفسها عنده خبرة وذكاء وقدرة على أنه يوقع لهم على أوراق معينة ولا شيكات معينة ولا يتلاعب ببعض الأنظمة وكذا ويعد نفسها الآن ما شاء الله بذكاء استطعت أني أخذ هذا كله صح أنت أخذته ولا ندري هل في الدنيا يستخرجون حقهم منك أو لا لكن ترى في محكمة ثانية فوق في محكمة ثانية في الآخرة عنده حكم والله ما يحتاج أنه يقول لك جيب شهود ولا وين أوراقك ولا موثقة ولا غير موثقة ولا نرسلها لجنة فحص الأوراق للتزوير ما يحتاج ويوجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بل إنه يقال أيضا للسانه يعقد على لسانه ويقول لجوارحهم طقي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ولذلك حرص الإنساني إخواني على استشعار النعمة دائما وعلى شكرها لله سبحانه وتعالى أي والله شكر الله عليها وأن ينظر الله تعالى إليه فيرى العبد منكسرا له عارفا بنعمة سائلا الله تعالى أن يعينه على شكرها هذا بلا شك جماعها أنه من أعظم أسباب بقاء هذه النعمة عليه نعمة الأمن نعمة الإيمان نعمة الولد نعمة الوالدين عليه وجود الوالدين يعني نعمة العلم الشرعي أنه يعلمه للناس هذا من شكر الله على العلم أني أعلمه للناس من شكر الله على العلم أني أنصح الناس اللي أراهم مقصرين شكر الله بالعلم أيضا أني أعلم به المساكين يعني مثلا أنا عندي علم في الكمبيوتر أو علم في الرياضيات وحتى العلوم غير الشرعية يعني من نعمة الله من شكر الله عليها أني أحسن بها إلى الآخر أسأل الله تعالى أنه يعيننا وإياكم على شكر نعمة أسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر نعمة وأن يخذ الله تعالى بأيدينا إليه واللهم إنا نسألك إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أله وسلم يا جماعين